ازاي انا اوفر فيه لو خدناه بالبرندات كده حاجة حاجة يلا زي الميكرويف اه يلا ننتظر مع بعض اه الميكرويف ازاي نوفر فيه الميكرويف انا عندي الميكرويف يبدأ من 900 واط ل 1500 واط من 900 اه ل 1500 واط نمسك الميكرويف انا عندي الميكرويف فيه كيف نوفر استهلاك الكهرباء لما نيجي نستهلك او نيجي نستخدم الميكرويف بتاعنا انا عايز يعاد اختلف مع الفشمانت في جزئية صغيرة إن الميكرويف أقل استهلاك من الفرن لأن الميكرويف أنا بشغله عدد دقائق أقل لكن أنا بشغل الفرن أقصى إيه 3 دقائق لكن الفرن ممكن أعود ساعة ونصف مضبوط يا فاند هل ده هنفترض أنه ده ألف واط وده ألف واط شغلت ده 3 دقائق وشغلت ده ساعة إذن فيه فرق كبير في الاستهلاك لا الميكرويف أوفر بكتير من الفرن الميكرويف حضرتك أنا أستخدمه برضه استخدام عادل بمعنى أنا ما جيش النهاردة أعمل عليه أكل كامل أنا أسخن فيه بس ما هو الميكرويف للتسخين بس لا حضرتك فيه ناس بتستخدمه للطهر وديفنطها برضه خطورة أصلا صحيا غلط صحيا غلط لكن فيه بيستخدمه بتبقى مثلا موظفة ورجعة متأخرى وعايزة تعمل أكل بسرعة أو حد مستعجل عايزة يعمل أكل بسرعة فيه ناس أطلع على الفراخ وهي مجمدة تحطى فيه وياخد ربع ساعة تلت ساعة وقول أنا بسويها هو هنا حضرتك ده غلط صحيا وغلط أنا مش عايزة أدخل في حطة برضه الصحة لأن دي لها مجالها بس هو غلط صحيا وإحنا عارفين لكن أنا بقول كهربائيا هو استخدم كمان كهرباء أنت استنفذ طاقة كبيرة جدا طب ما أنا من باب أولى أعمله في الفرن البتجاز عادي واشيل أكلي ولما أحتاج أسخن أطلع الجزء اللي أنا هستخدمه أسخنه ده الطبيعي أما الفرن الكهرباء برضه ده ده يعني استهلاكه كتير جدا لأن الفرن الكهرباء بيتراوح من 1800 واط ل 1200 واط فأنا عشان أستخدمه استخدام عادل أنا برضه يعني هدفع كهرباء وهنا ما فيش حاجة حضرتك مجانية أنا طالما هستخدم شيء هدفع المقابل بتاعه بالضبط كل حاجة ليها تقديرها فأنا مجيش أشغل مثلا فرن ساعة ونص أو ساعتين عشان أعمل تسويت صينية مثلا وقول ده الكهرباء بيجيلي كتير زي من أصار برضه البشوانس حامد الكتل الغلاية حضرتك برضه الغلاية بتتراوح من 1200 واط ل 1200 واط أو 2500 واط طيب أنا ممكن لشغل هعمل ثلاث كبات مية عملتهم في الغلاية لـ 1200 واط في واحد متخالي أن 1200 واط وفرت كهرباء لو عملت غليت المية على 1200 واط هياخد مني فطر التشغيل 10 دقايق طبعا لو عملت على 2500 واط أو 1200 واط هياخد مني 3 دقايق يبقى إذن في وقت التوقيت ده أنا وفرت فيه لكن في نفس الوقت تسخين المية دي هي هي بس زي ما قالنا البش مهندس أن في الوقت ده أنا مثلا أنا هاشرب لوحدي فهجيب الكبال أنا هاشرب فيها مزبوط أملها مية وحطها في الغلاية مزبوط ودي برضو نقطة مهمة جداً ثم نشوف الغلاية فيها أبيض من تحت دي خلاص لها طريقة نضافتها بمنطقة البساطة هاخد نص كباية خل ونصها مي واغليه بمنطقة البساطة هيرجع تاني كأنه جديد تمام تمام بش مهندس حامت التشتيبات بتاعة الكهرباء اللي في البيت تمام جودة التشتيبات دي بتأثر على استهلاكنا للكهرباء أوه طبعا بمعنى يعني الدهانات نفسها لو هي ألوان فتحة بتقلل في استهلاك الكهرباء ليه؟ لا 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 استنى ديها واحدة الدهانات يعني دلوقتي أنا لما دهن الحيطة في بيتي لون بيج بالزبط لون أبيض تمام ده يوفر استهلاك الكهرباء آه طبعا لكن مثلا حد عمل مثلا زيتي أخضر داكن أحمر بني فيرمادي فيه فيه ناس بتعمل حيطان صدى معرفش زي بس فيه ناس بتعمل يزود في استهلاك الكهرباء إزاي؟ آه ده مهم فيه ألوان عكسة للحرارة والضوء وألوان بتمتص الحرارة بتاعة الشمس وتعتفز بيها طيب أنا لما الحيطان تكون امتصت حرارة الشمس ويجا شغل التكييف الطبيعي إن ضعجة حرارة الغرفة تبقى أعلى كتير صح الله غلطان إنما الألوان الفتحة إيه اللي بيحصل فيها؟ بتعكس الحرارة بتعكس ضوء الحرارة فهم بتمتصهمش فبالتالي التكييف بيتشتغل وهو مستعيح شوية ضعجة الحرارة بتاعته بيكون دي اللي عايز يوصلها بيوصلها أسرع طبعا فالتشتبات طبعا عليها عامل يعني لا لألوان الرمادي مثلا ولا لألوان هو مش لا لألوان الرمادي ولكن بنحد من استخدامها يعني هي دي كعيا حتى ليتكلم في دي طبعا أساتذاتنا بتقولها دا سأل معمائية طبعا ممكن يستخدمها تطعيمات يعني زي ما بنقول كده بلغة السوق تطعيمات بدي جنب إنما ما تبقاش كل الشقة ألوان دا كده حراك لو جيت تفتحي مثلا الشقة وانت سايبها أسبوع ولا حاجة تحس بسخونة كده تحس بصهد طالعا من الشقة صح بالزبط على عكس الألوان البيضة الألوان الفتحة ثانيا بتوفع في الإضاءة يعني هو أنا لما أدخل مكان معتم تماما حيطانه معتمة ولما أدخل مكان ألوان وبيج أو فتحة شوية ما بتحتاجيش نفس ضعجة الإضاءة العملية بتكون أسهل كتير طب التشتبات بقى بتاعة الكهرباء تشتبات الكهرباء دي احنا مش هنقول تشتبات الكهرباء طبعا بيبقى فيه أخطاء فنية موجودة لو مثلا لو حدك ممكن تلاقي البريزة سخنة شوية اللي هي الكوبس بتاعة الكهرباء دا طبعا بيكون فيه خطأ في التشريب دا طبعا هدعف طاقة كهربائية واللي بيتحملوا العميل واللي بيتحملوا العميل فطبعا جودة الفني أو المهندس اللي بيكون بيصمم وبينفذ والتنفيذ دا نحط تحتها مليون خط هيكون عليه عامل كبير في استهلاك الكهرباء فيما بعد في عندنا بعض مشاكل في التشطيب في تركيب العددات الكهرباء ودي طبعا الوزاع بدأت تتجنبها بالنهاية لازم الفني مسؤول من شركة الكهرباء هو اللي بيقرحها الكب ليه لان فيه ناس بتعكس أطراف العدد موضوع التلاعب وكلام من دا كله طبعا فدي بعض أخطاء التشطبات دي بعض أخطاء التشطبات اللي ممكن تقصر بالنسبة للكهرباء إنما الشيء الأساسي في الاستهلاك هو ثقافة الاستخدام يعني إحنا ممكن نبدأ نقسم شوية حاجات كده مع بعض وزي ما بنقول إيه ند رشدة علاج يلا عاوزين رشدة لفتوعة الكهرباء إحنا ممكن نقسمها إزاي نخلي فتورة الكهرباء بتاعتنا أقل رشدة علاج على عهدة المهندس حامد عبدالعيل فضل هنبدأها مثلا من ابتداء من العداد اللي هو أول نقطة للكهرباء في الشقة تمام يفضل الشحن العداد يكون في بداية الشهر علشان أكون من بداية الشهر في الشريحة الأولى اللي هي الشريحة الأدنى الدنيا في المحاسبة في القيمة بتاعتها تمام ده مثلا عقم واحد يفضل وأنا بشحن الكرت بلاش أكون عدد أجهزة كبير شغال عشان السعر الاستهلاكية بتاعتي ما تكونش كبير فدي مثلا نقطتين فاصلتين شوية أثناء الشحن ده بالنسبة مثلا عدد الكهرباء النقطة التانية مثلا استخدام الأجهزة الكهربائية وخلينا نخدها واحدة واحدة يعني مثلا التكييف بطاقة كهرباء زي مستج جعجي قال بطاقة كفاءة المنتج دي أهم حاجة في أي جهاز ويمكن دي اللي أنا كنت عايزة أتكلم فيها اللي هو فيه لابس شوية في موضوع الفرز التاني يعني أنا بالنسبة لي كمهندس كهرباء الفرز التاني هيختلف عندي عن أستاذ جعجي أستاذ جعجي هيكلم عن الفرز التاني من منطلق عيب في المنتج في الشكل دفوع موجود معين بالنسبة لنا الفرز التاني معتبط ببطاقة كفاءة المنتج أنا عندي A بلس عندي A دبل بلس عندي A بلس عندي A عندي B لحد E لحد E طبعا كل حاجة من دي بيكون لها تمن مختلف عن التاني فأنا بالنسبة لي مثلا ال E ده فرز تاني ده بالنسبة لي كمهندس كهرباء لأن استهلاقه للكهرباء هيكون كبير جدا فابتداء من التكييف مثلا بسم الله الرحمن الرحيم لازم أجيب حاجة A أو B مثلا يعني ما حاولش أنزل عن كده فبالتالي بالنسبة لي اللي استهلاق هيقل ده فرز أول كده بالنسبة طيب نيجي النقطة التانية اللي هو زي ما حالك قلت ضعجة الحرارة اللي أنا بزبطها في التكييف هو حاليا ما عدش فيه 17 و 18 إلا في الأجهزة الأديمة تقريبا كل الأجهزة حاليا بدأت من 22 بدأ والله لأنها الثقافة بقت ده بقرار من وزارة الصناعة ده تالت سنة طيب آه لأ أنا جبت من قبل كده ده قديم يعني العديم كان بينزل ل 17 و 16 كمان بس ده كان بيبقى درجة يعني لود عالي قوي على الجهاز و لاستخدام الطاقة كمان ومن هنا احنا بنوجه لحضرتك نداء تغيير التكييفات اللي موجودة قريبا لا هيدفع الفاتورة دي دي كثير قوي كده لا بس هقول لحضرتك حاجة مش هحتاجة أغيرهم لأن أنا أصلا فتح على طول 24 أو 23 بس مش انفيرتر لا انفيرتر انفيرتر بس والله على طول 24 أو 23 عمري دي أقل من 23 دي مستحيل بالزبط هو احنا عايزين نوصل ان احنا لدرجة الحران ده تبقى من 24 إلى 25 ده استخدام عادي جدا ويوفر في فتوعة الكهرباء بالنسبة للتلاجة فيها بعض الموضوع الفنية شوية اللي هو ايه مثلا في حد ممكن يكون عامل طعام ساخن كده ويقوموه اخده من عن نوع حطوا جواب التلاجة ده غلط جدا ده غلط جدا حتى غلط على الأكل وعى التلاجة والأكل على كل حاجة في حاجات مثلا يعني مثلا الشبكة الخارجية بتاعة التلاجة الشبكة الخلفية دي اللي هي اللي وراء دي اللي في ظهر التلاجة دي المفروض تتنظف من وقت للتاني والله حتش طبعا بينظفها خاصة حتش بيشوف الظهر التلاجة احنا بنخط التلاجة وخلصة الحديث مفهوش أنا أسفل احنا بنتكلم عن الاستخدام الحديث مفهوش السربانتينة الخارجية الوراء احنا بنتكلم أعيدي اللي موجود في معظم البيوت بالضبط معظم البيوت لسه عندها مش كل عنده التلاجات الحديثة فاللي عنده التلاجة اللي هي وراها الشبكة دي لازم الشبكة تطاق لأنها بتدي يعني انديكيشن غلط كده لدعجة الفعلية فبتفضل شغالها على طول ما تفصلش كتير